السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليوم إن شاء الله سنشترك معكم وصفة سريعة سهلة التحضير أتمنى إن شاء الله تشربوها كيف العادة وتردو علي الخبار وتفضلوا معي باش تفوت تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله هنا عندي حبتين بصل سنزيد عليهم هنا زيت الزيتون وغدا نخليهم يتشحروا هنا عندي أربع فصوص ثوم من بعد ما كتشحروا غيشي شوية ماشي بزاف غدا نزيدو هنا خمس حبات جزر محكوكين كيف كتشوفوا معي هاد الوصفة سهلة كتجي مع الجاج وكتجي مع الكفتة وكتجي كذلك مع السمك هنا عندي الروز هنا أخذت أربع كؤوس لرقتهم في الماء باش تغياء غدا تطيب لي هاد الوصفة هادي كتطيب في عشر دقيق يعني سهلة سهلة ما كتتاخدش بزافت الوقت هنا غدا نزيد هادا اختياري هاد المكوين لهو الهيل قعقلة ماشي ضروري غدا ناخد لغاية كل حبيبات ديالها وغدا نزيدهم كيعطوه واحد لما داق إنما كانش عندكم ماشي مشكين قدروا نستغنوه عليه وهاد الوصفة هادي تقدروا تزيدوا لاحدة الزعفران الحر إلا بغيتو غنزيد الملح صافي وغدا نشحر نحاول غيش شوية ماشي بزاف غيش شوية كنشحره لأن الأرز مباء بما أننا أرقدناه ما كيلسقش بالمرة يعني ما نحتاجوش نشحره بزاف هنا زيت ملعقة ديال الفلفل الأحمر الحلو وملعقة ديال الكوركم ملعقة زنجبيل ملعقة شاي أو ملعقة قهوة هي اللي كان عبر بيها وهنا القليل من الفلفلة الحارة أو ممكن تعودوها بالفلفل الأسود صافي هنالي كنتوا غدا تستعملوا الدجاج فكلا قطعة ديال الدجاج فمن الأحسن أنكم ترقدوهم يعني دلوا ليوم شرمولة عادية وترقدوهم أنا خديت كأس من الماء كان عمر يعني حتكي لأن بما أننا رقدنا الأرز فما كان حتاجوش نكتروا الماء يعني غيتي تغطالينا غيشي شوية ذاك الأرز صافي وكن حبسوها ذو القياس ما كان حتاجوش الماء بزاف بحل من اللي ما كيكونش مرقد هنزت شوية ديال قصبر المعدنوس أنا تقريبا وصلت 8 ديال الدقايق شفتوا رابدكي نشوف من ذاك المال اللي دفتلي قصت خيز الجزر والأرز لقيتهم طابو صافي هنا غدا ناخد السمك أنا عن نوجدها اليوم هاد الوصفة هدي بالسمك وانتم ما ممكن توجدوها باش مبغيتو ولا ممكن خليوا غي هكذا يعني بدون سمك بدون أي حاجة غي هكذا كجلديه دا بزاف ممكن قدموها كمقبلة كذلك هنا خديت شوية ديال أزير وشوية ديال ورقة الغار أو ورقة موسى أو ورقة الرند صافي غدا نوضع عليهم هنيا سمك السومو سمك السومو كتعرفوه ما كيحتاش بزاف التوابير يعني غدا نرش عليه أنا غيشي شوية نعصر عليه شوية ديال الحامض وغتزيد عليه شوية ديال أزير ذاك أزير ورقة الغار اللي التحت غدا يطلق فيها المذاق صافي وغدا نرش يعني غيشي شوية ديال الملحة نحاول نضغط عليهم غيو واحد شوية باش يحبطو فاذاك المراق صافي هناك الرش بشوية ديال القصبر وغدا نزيد شوية ديال الحار غيشي شوية ماشي بزاف يعني هذا الطبق هدا مجاش حار بالمرة يعني كنحاول اللي درنا غيط ريتقة كي تعطينا المذاق قبل ما يجينا لأكل عيني حار صافي غنعود نسد عليه دابا غدا نخليه زوج ديال القايق فقط ضغيه غادي طيب لأنه باقي الحارارة طالعة في الأرز بما نشوف نيت هذاك شوية ديال المال اللي باقي شوفتو را دغيه كترجع لي عرفتو السومو ما كي بغيشي طيب بزاف لا طب بزاف فرا كي يجينا نشوف ولكن عندكم غطيبو أججاج فمن الأحسن دوزهم وحد شوية في المقلع عاد كتحطوهم فوق هدا الأرز هدو بش كيتلقوا الماداق حتى السومك ممكن تطيبو في الفران وتقدموه هدا معا للأرز غي أنا بغيتو يطلق الريحة والماداق في هدا كل الأرز في الأخير في الأخير واحد الفيلية ديال شوية كنزيدو شوية ديال زيت الزيتون وكنقدموها مع قطع الحامض أو الليمون وبصحة والرحة وصفة سريعة بغيش نطول عليكم بزاف تمنى ان شاء الله تجربوها وترضو عليها الخبر كيف العادة وإلى وصفة جديدة ان شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله